افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفقد مدبولي الأجنيحة المشاركة بالمعرض واستمع إلى شرح من المشاركين من السودان والأردن والليبيا إلى جانب العارضين المصريين وأكد رئيس الوزراء وجود توجيهات رئاسية بالعمل المستمرة على توفير مختلف سبول الدعم لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا وتشارك في المعرض خمس دول عربية و1116 عارضا من مختلف محافظات الجمهورية إضافة إلى جناح لمنتجات أصحاب المشروعات انقرة ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة